الدولار 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 بيعمل ايه في كل نواحي الحياة في مصر ممكن كنا يبقى مش متأثرين لو ان احنا بنصدر اكتر ما بنستورد او يبقى الحال واحد يعني فيه نوع من انواع المعدلة لكن من الواضح جدا 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 لاي مصري ان طالما ان احنا بنستورد بنسبة عالية والتصدير مش بنسبة كبيرة طبيعي ان اول ما الدولار سعره يرتفع بنسبة لنا اذا عندنا مشكلات المشكلات بقى عبارة عن ايه بالزبط واصناعات نفسها متأثرة ازاي وحلها ايه لو لها حلولة ان ده برضو مهم مش هنفضل بس نشتكي نقول احنا عندنا مشكلة عندنا مشكلة عندنا مشكلة طب يالي شايف عندك مشكلة يا تارى الحل من وجهة نظرك هيبقى ايه نرحب بضيفنا الكريم وهو المهندس مجدي طلبة وكيل غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات وعضو مجلس ادارة الشهر القبيدة للقطن والغز والنسيج هو اللي هيقول لنا المشاكل والحلول اهلا بها بداية الدولار اثر ازاي على الصناعات طيب خلينا الحياة نقول استأذنك قبل ما ندخل في تأثير الدولار على الصناعات نتكلم شوية على ايه الموقف اللي احنا فيه او احنا وضعنا فين لانه الناس لازم تفهم حاجة الحياة انه ما يحدث النهاردة هو نتيجة ومش نتيجة تصرف جاه فجاي ده نتيجة تراكمات بقالها ادارة للاقتصاد المصري على مدار الاربع خمس سنين اللي فاتوا النهاردة بدأت تظهر هذا الكلام الحاجة التانية الحياة لازم نعترف برضو بحاجة لانه انا شايف اتهامات متبادلة من الجميع اه هناك هجوم جامل على المركزي على الحكومة الحالية وانا شايف الحياة ندى فيه اه نوع من عدم العدالة لانه يعني انا ما بيكون فيه اداء حكومة سائق بانتقده ما بجميلش حد انما احنا بنتكلم على اه محافظ بنك مركزي الحياة رجل جاي كان يرقص البنك الاهلي خبرة عالية جدا فاهم يعني اصول اللعبة اه الحكومة الحالية الحياة بالذات ممكن الجزء المعني بالقصة دي انا بعتبر الحياة المجموعة الاقصادية طبعا ولا رقصات سيد وزير التجارة الصناعة اه رجل باججراوند بتاعه اه عالي بيحاول فانما هم شربوا نتائج مش بتاعتهم اه حياتك عندك النهاردة اه العملية مش عافية احنا عندنا كميات عملة اجنبية متاحة بتؤدي الى ان بفيه نوع من اتزام في سعر الصرف لو احنا بصينا المصادر مصر من العملة الاجنبية عبارة عن نمرة واحد الصادرات نمرة اتنين السياحة تحولات المصرين في الخارج قناة السويس لو حياتك حللتي الكلام ده كله هتوجه القدي نتيجة اداء لتصادر مصر على مدار الاربع خمسين لفاته الجزء الرئيسي لو كان مفروض انه يخرج مصر من مشاكل كتير بمشاكلها هو الصناعة وبالتحديد الصادرات احنا شايفين نزول يعني انا قدامي مؤشرات للأسف يعني بسه معلنة من ايام سيئة جدا احنا كنا اه 2012 بنتكلم في 53 مليار دولار واردات قفزت الى ما يقترب من السبعين مليار دولار عندنا صادرات 53 مليار دولار واردات 53 مليار دولار ونص كت وارداتنا حجم استيرادنا في 2012 اه وده مؤشر في منتقى الخطورة يقترب بالزبط من الـ 68 مليار وده الرقم الرسمي الواردات دايما الرقم المعلن الرسمي غير حقيقي لان الواردات للأسف فيها ضرب فواتير كتير فيها تهريب الرقم الحقيقي الله اعلم يزيد بـ 10-20 مليار عن هذا الرقم طيب في 2012 كنا تاته وخمسين ومس دلوقتي دلوقتي زي ما ارتفع حالك 68 مليار 68 مليار وده يعني رقم غير مقبول الحاجة التانية احنا كنا بنصدر في 2012 ما يقترب من 23 مليار دولار للأسف السنة دي احنا 18.6 مليار دولار معناها وارداتنا بتتوحش صدراتنا بتقل الحاجة التانية السياحة كلنا نعلم وضع السياحة ودي مرتبطة بسياسة وامن ربنا العالم هتقوم امتى انما وارداتنا من العملة الاجنبية من السياحة مش موجود تحولات المصريين في الخارج طبعا نتيجة الاوضاع الاخرانية وللأسف ان بدأ يحصل ممارسات مش مزبوطة من تحولات بتتم من بره بره بدأ جزء من تحولات المصريين في الخارج بيروح بعض العواصم العربية في المنطقة النقطة الاخيرة قناة سويس احنا عارفيني قناة سويس مرتبطة بحركة التجارة العالمية ما زالت قناة سويس طبعا العائد منها هو نفس العائد تقريبا اللي هو كان بدره اذا احنا لا يوغد عندنا الا الصدرات لو احنا بصينا على وضع الصناعة عندنا وشوفنا ما تعانيه الصناعة الصدرات كانت كم وبقت كم الصدرات كانت ما يقرب من 23 مليار كان ده 2012 2015 للأسف 18 و 6 من 10 23 و 18 والتانية 53 و 5.5 و 68 طيب ايه سبب بقى تراجع الصدرات عندك خلل في الميزان التجاري المصري بهذا الشكل يعني يقترب من يفوق ال 40 مليار دولار طيب ايه سبب بقى تراجع الصدرات طبعا يعني كلها احنا بنتكلم للأسف على اجراءات او سياسات كالمفروض انها تتخذ ما تتخذتش احنا بقى ان الكلام ده مش جديد احنا بقى ان اربع سنين سنويا تقريبا الصدرات بتنزل لحد بيقيم ولحد بيحاسب ولا فيه تغيير سياسات فعشان كده الحقيقة يعني انا اول مرة انا بكلم بصراحة انا واحد من الناس يعني جوه مطبخ الصدرات وزارة تجارة الصناعة انا بقى ليتها تربع سنين في حالة جمود اول مرة حس الحقيقة ان فيه محاولة من الوزير الحالي لاصلاح الوضع يعني عشان كده انا بدعيله انه ربنا لانه هو شارب تركة من اقصى ما يمكن الدنيا كلها بتتغير ايوة يعني قلة الصدرات نتيجة العدم المتابعة يعني على اساس ايه بقى الصدراتنا مثلا مش بالكفاءة الكافية فالش مطبوبة ولا احنا بطلنا ان احنا اصلا ننتج بعد 25 يناير حصل مشاكل كتير جدا في معظم القطاعات التصدرية وخصوصا قطاع المنسوجات اللي انا بنتمي اليه نتيجة ده قطاع كسيف العمالة كسفت العمالة مع احداث 25 يناير ومشاكل العمالة وخوف بعض الشركات الاجنبية والانكماش وانسحاب جزء من الشركات الاجنبية من مصر فحصل نوع من التعصر لجزء من الصدرات كان المفروض في الوقت ده يتعمل حاجة اسمها ادارة الازمة اي دولة في الدنيا بتمر مشكلة زي اللي احنا مرر ده من ايام 25 يناير واحنا بتسلم ان فين ادارة الازمة احنا لحد النهاردة ما عندناش ادارة ازمة الحقيقة فبدأت النهاردة يحصل عندنا تراكمات مصانع بتقفل يعني ممكن زي ما كنت بتكلم مع حادثك انا لحد الوقت ما عرفش عدد المصانع اللي افرد قديه فيش بيان رسمي عدد المصانع المتعسرة قديه انما الشيء اللي انا عرفه ان انا لو دخلت اي قطاع من القطاعات بتاعتنا النهاردة صناعية بدون استثناء مش هتلاقي حد بيشتغل ب70-80% طاقة اذا لو انا النهاردة عايز احل صح وده بقى الكلام اللي تقال ابدأ ان انا ارفع انا عندي مصانع بتشتغل بطاقات 30-50% لو رفعتها لـ 80% انا اقدر يبقى عندي اكتر من 15 مليار دولار بالمصانع الحالية بالانشاءات الحالية بالاستثمارات الحالية وده اللي هو نظرية علاج المريض الاول انا ودورش على المريض ان انا ادور له انا اشتري له شاشة تلفزيون جديدة ولا عالجه اقوم رعاستي المرض فالنهاردة المطلوب موجهة الواقع فعشان كده النهاردة الشيء التاني اللي انا شايفه الحالي انا شايف نوع من التخبط والهجوم والهجوم المتبادل احنا بدأنا يحصل انقسام انا الامن جدا احنا بقى عندنا النهاردة اتحاد الغرف التجارية عنده هجوم معين على السياسات الاخرانية وكفية ادارة ملف في العملة الاجنبية اتحاد الصناعات عنده حاجة عكسية بيدافع عن القرارات وده شيء غلط مش مفروض ان احنا ننتصب احنا في الاول وفي الاخر مفروض ان احنا نفكر مع بعض نفكر مع بعض الحاجة التانية الحقيقة اللي انا برضو بلوم فيه شوية انا ما اخد قرارات زي دي الحقيقة مفروض فيه اصحاب الشأن لازم اعود معهم ومش عيب ان احنا يبقى فيه بعض القرارات المؤلمة بس لازم يكون على التوازي لها يعني نوع من المميزات اللي بديها ما ينفعش العملية ان انا اخد وما اديش انا بتكلم الكلام دا طب وده ما بيحصل ما بيحصلش الحقيقة او مجتمع اعمال كان لازم النهاردة لان لو ده حصل ما كانش فيه التراشق الموجود النهاردة احنا بقى ان اعلاميا دلوقتي شهرين ما فيش الا واحد بيطلع من هنا يتكلم وواحد يطلع عن ناحية تانية عرضه فاحد انقسمنا الاهل وزمالك وده غلط في الاقتصاد ان احنا نقسم الاهل وزمالك طيب احنا لسه طبعا عايزين نتكلم في كل النقاط لان احنا دلوقتي ده احنا يدوب بس الداية وطبيعي كمان ان بمجرد ما نلاقي ان سعر الجنيب ينخفض تلاقي البعض بيقولك ايه ده خير ده فيه بلدان هي اللي بتخفض سعر العملة عشان يبقى دلوقتي عبدها استثمارات اكتر وعشان تقدر ان هي تصدر بنسبة اكبر دي معناها ايه احنا في مصر طيب مع سعر الجنيب ينخفض ومع ذلك ما شفناش بقى ان فيه استثمارات اكتر ولا ان بقى فيه صدرات اكتر اواردات بسعر احسن موضوع مش مفهوم نشوف تقرير عموما عن سعر الدولار ونخرج الفاصل وبعد كده نرجع نستكمل معظفنا الكريم نجاوبك عن نقطة دي شبحوا الاغلاق يخيم على تلك المصانع وغيرها والمسؤول الاول والاخير هو الدولار فارتفاع سعره امام الجنيه المصرية متخطيا حاجز التسعة جنيهات في السوق السوداء كان السبب وراء توقف اكثر من مئة مصنع في قطاعات مختلفة لتترقص مصانع الحديد والنحاس والالومنيوم قائمة مصانع الاكثر تأثرا بتلك الازمة خصوصا ان 85% من خاماتها تعتمد على الاستراض من الخارج وبحسب مسؤولين بالتحاد الصناعات يستورد قطاع النحاس خامات بقيمة مليار ونصف المليار دولار سنويا ومصانع الحديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار والالومنيوم بقيمة ملياري دولار سنويا حتى قطاع الاستثمار لم يسلم من تلك الازمة فاربع عشرة شركة عالمية اوقفت استثماراتها في مصر بحسب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ارتفاع سعر الدولار امتد تأثيره ايضا الى شعبة الادوية التي اكدت ان مائة شركة تعاني خسائر كبيرة بفعل ارتفاع اسعار المواد الخامة التي تتجاوز 90% من تكلفة المنتج وفي قطاع السيارات تهدد الازمة نفسها بنقص الالات وقطع الغيار المستوردة التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار سنويا مأزق وضع فيه الدولار جميع قطاعات الدولة فعدم توفير العملة الصعبة سيؤثر على الانتاج وخصوصا السلع الاستهلاكية التي ستؤثر بدورها على المواطن المصري البسيط ردو معتمد اليوم في ساعة مرة ثانية مشاهد يا الكرام قبل الفاصل فتحنا نقطة تخفيض سعر العملة انه هو ساعات بيجيب خير للبلد دي احنا الجنيه كل شوية بينخفض ومع ذلك ما شفناش بقى ان فيه ايجابيات جات من وراء انخفاض سعر الجنيه دي نقطة عايزين اتكلم عنها والنقطة التانية انه ضفنا الكريم المهندس مجدي طلبة كان بيكلم على ان احنا ممكن نعوض 15 مليار دولار بشكل سريع جدا في حالة ان احنا نحل مشكلات المصانع مشكلات المصانع تتحل ازاي؟ بس حدك النقطة الاولنية اللي حدك ذكرتها الاول حكاية ان فيه دول تخفيض العملة يعني في احوال كتير بيكون حل اللي هو عندنا دلوقتي بقى مشكلة وفي دول كتير بتخفض عملتها عن عمد بس على التوازل هذا الكلام لازم اقتصاد الدول دي يكون قوي ويكون الميزان التجاري بتاعها ايجابي فيقوم يكون لما بيرخص عملته بيخلي منتاجه ارخص فيكون حل اقتصادي بيكون فيه نمو اقتصادي اكتر بيكون فيه استثمرات اكتر لغاية دلوقتي عايزين امثل عشان نفهم الحركة يعني مثلا لو بسيتي انا جاب لحديك شوية ارقام اتحاد الاوروبي بالكامل على مدار مثلا السنة اللي فاتت واللي قبلها خفض عملته بنسبة 10% مثلا البرازيل بنسبة 14% جنوب افريقيا بنسبة 25% ده خلال من 2014 لحد 2016 انما الدول دي اقتصاديا عندها قوة ما عنداش مشاكل الصناعة اللي عندنا عندها صادراتها اكتر من وارداتها فلما بخفض العملة عندي بكسب في قطاعين مهم جدا صادراته السياحة السياحة بيخلي البلد تكلفتها ارخص يقوم يجي سياحة اكتر لان مصر بتبقى بلد ارخص له في التكلفة من اي بلد تانية طيب اقول حركة على حاجة لان احنا اتكلمنا في النقطة دي قبل الهوى وكان فيه اكتر من حاجة كمان حركة قلتها لي بمعنى ان وقت ما البلد تكون مكتفية حتى مش محتاجة ان هي تستورد سلع كتير فاحنا مش محتاجين احنا نصرف بره كتير فنقدر مثلا عندنا زيت وسكر وعندنا عربيات وعندنا كذا وكذا 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 وسعر الجنيه هيبقى منخفض اذا سعر العمالة هيكون منخفض فالتكلفة عموما مش هتبقى عالية فما نيجي نصدرها هيبقى كده بتجيب لنا فلوس مش هو ده اللي حركة بتقول النقطة المهمة الحقيقة كمان ان احنا الخطورة عندنا النهاردة الحقيقة هو نستفيد بتخفيض سعر العملة زي ما قلت لحياتك ان مزالنا التجاري مختل الوردات اضعاف اضعاف الصدرات اربع اضعاف الصدرات تقريبا الاخطر من كده القيمة المضافة عندنا او احنا برضو بندفع كلنا دلوقتي تمن الكلام ده بقى مش اخر خمس سنين اخر عشرين سنة تعميق الصناعة احنا لا نعمق الصناعة احنا عندنا مثلا قطن المصري لكن انت تخيالي ان حتى صناعة الغازل والنسيج اللي مفيد تكون معمقة بتعتمد على مستلزمات انتاج تفوق الخمسين في المية مستوردة في صناعات كتير جدا مستلزمات الانتاج عشان كده الخطورة في حاجة والمشكلة اللي احنا فيها نتيجة ايه ان اكتر من سبعين في المية او خمس سبعين في المية من الاستيراد بتاعنا مستلزمات انتاج وسلع وسيطة وده الخطر لو احنا عندنا اشتغلنا على تعميق صناعة حقيقة واشتغلنا على قيمة مضافة علي احنا الحد النهاردة على مختلف الحكومات السابقة الحالة وانا بحس صوتي في دي يا جماعة لازم نشتغل على قياس القيمة المضافة حاجة اسمها على الماكرو ليفل والمايكرو ليفل على كل قطاع صناعي لان في قطاعات النهاردة احنا نقفلها يعني انا ليه اعمل قطاع بيخسر ليه اعمل قطاع مفهوش قيمة مضافة انا مش عايز اذكر الحياة عشان مش عايز اهاجم زماي ليه في قطاعات اخرى انا في قطاعات انا بعتبرها سلبية في قطاعات انا بجيب مكونات تقريبا بمية في المية من ثمن الجزء ده في بلده او بمية وعشرين في المية من ثمن الجزء ده في بلده طب القطاعات المربحة عشان كده لازم اقيس الاول انا قطاعات بتاعتي ايه المربحة اه في قطاعات رئيسية في الصناعات الغزائية فيها قيمة مضافة جيدة الصناعة النسيج فيها قيمة مضافة جيدة وممكن يكون فيه قيمة اعلى الجرود صناعة الكيمويات من القطاعات الواعدة بعض القطاعات الهندسية فيها قيمة مضافة فلازم أنا كدولة أقيس قياس حقيقي للقيمة المضافة عندي القطاعات اللي فيها قيمة المضافة عالية أبدأ أبني عليها أبدأ أدعمها أبدأ أحركها أبدأ أزودها أبدأ أشوف مشاكلها الحياة كانت ما يحصلش طب هقول لحركة على حاجة تانية احنا عايزين ان احنا ندعم ونزود لكن في نفس الوقت مشكلة الدولار ده وده اللي احنا بنقراه في الجرائد وحرك صلح لنا يعني إن المصانع ما بتبقاش عارفة أصلا تجيب حتى المواد الخامل اللي تشتغل به ما هو بص يا حياتك انت ما عندكيش حل النهاردة انت خلاص وقاتي في المشكلة ما احنا مش عايزين يعني مش عايزين نرميشها معت على بعض هناك مشكلة هزي المشكلة نتيجة سوق إدارة الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة وجزئيا في الفترة اللي هيها ما قبل الأخيرة عشان نقول بصراحة احنا النهاردة احنا بدأنا إصلاح اقتصادي مع كوريا في وقت واحد بدأنا إصلاح اقتصادي في أوائل التمنينات الله يرحمه كان يقوده الدكتور عاطف صدقي في أوائل التمنينات تركيا بدأت معانا مش ممكن نهاردة احنا صدراتنا زي ما حدك شاف 18 ونص مليار وتركيا صدراتها السنة اللي فاتت تفوق 150 مليار قولار ايه بش خونس بسحرك بتتكلم ان احنا لو عملنا المواد الخام او المواد الخام دي بقت موجودة في مصر ففي الحالة دي مش هنبقى محتاجين ان احنا نجيبها من بره لكن عشان احل كل المشكلات دي مرة واحدة مش هتقدر هقدر عملها انت حياتك هتبدأي الاول لازم تبدأي باستراتيجية حقيقية معلنة الاستراتيجية تنقسم يعني ابتدي مني الحكاية تنقسم الى علاج المريض اللي بيموت انا عندي مريض نهاردة بيموت اعالجه وبعد كده ادور البسه كويس واخرجه وبعدين ادور اشتيره عربية واخلي حياته اكثر رفاعية انا عندي مريض بيموت وعندي صناعة النهاردة الصناعة هي القاطرة اللي بتقود الاقتصاد ولا يوجد امل عندك في اصلاح موضوع سعر الصرف والدولار دلوقتي الا اصلاح الصناعة رقمين اجمالي الناتج الصناعي واجمالي الصادرات ما عندكش بديل لان البدائل كلها زي مقلت لحياتك قبل كده مربوطة باوضاع اخرى فاذا الحكومة كلها بالكامل سواء حكومة او مجتمع اعمال بدل ما عندين يتخنقوا مع بعض التجار والمصنعين واواء الناس كلها تجتمع يتعمل استراتيجية واحدة احنا عندنا نهاردة ناتج صناعي لازم يزيد ولازم الناس تتحاسب على انا تعلمت حاجة الحقيقة الشيء اللي مايتحسبش بمدة وبرقم لازم يفشل ما فيش حد احنا بقى اننا خمس سنين ما بنسمعش حد بيتحاسب على رقم لما النهاردة لاقي وانا هذكر لك واقع الحقيقة وانا بأسف له يعني في الحكومة السابقة الحقيقة مش الحالية يعني احد الوزراء السابقين وما بدأ يباني ان الصادرات في حالة انهيار وانهيار على مدار سنتين ثلاثة وانبص اللي نهاردة مؤتمر صحفي وجوه اتحاد الصناعات واحنا هنغير الناس القائمين على قطاعات تصدرية وانا عندي 80% من قطاعات تصدرية كلها بتقع وانا وفاجأ بالتغيير انه يعني نفس الاشخاص هم هم وعيد تعينهم لا يبقى في حاجة غلط ما هو يامنا احنا قصدين نوقحة يامنا احنا مش فاهمين كلام ده غلط انا عندي النهاردة حاجة حاجتين انا محتاج استراتيجيات ومحتاج اشخاص احنا تعلمنا الف به المانجمنت استراتيجيات لوحدها جيدة بدون اشخاص يطبقوها مش هتمشي اشخاص جيدة بدون استراتيجيات غير نكحة مش هتمشي النهاردة مصر محتاجة استراتيجيات واشخاص ومحتاجة ناس محترفة وانا بقول لحياتك احنا عندنا فرصة النهاردة عندنا حكومة ورئيسي المباشر اللي أنا بشتغل معه عام العام تجاره الصناعة أنا شايف رجل النهاردة إن لم يتم الاستفادة به ومساعدته إحنا داخلنا على مشكلة طيب عشان الوقت ما ياخدناش وما نبقاش قولنا الموضوع في نقاط دلوقتي لإنقاذ الصناعة المصرية وما نلاقيش أخبار بتقول إن المصنع ده بيقفل عشان مشكلة دولار مش عارف يجيب المواد الخام بتاعته نبتدي منين واحد اثنين تلاتة بص يا حياتك أولا إحنا عندنا لازم نعترف بحاجة إحنا المشكلة عندنا مش في سعر الدولار إحنا خلقنا مشكلة إحنا المشكلة في تواجد العبلة الأجنبية الدولار أو اليورو وده الخطر أيا كان الخطورة النهاردة إحنا النهاردة نقبل تخفيض الجنيب نسبة مدام هيخلق استثمارات وفرص عمل ونموه وصناعي ليه معناها البني آدم بدل ما هو قاعد في بيته عاطل لا هيلاقي فرصة عمل حتى لو تحمل قدر من التضخم مقبول بس في حدود معينة عشان كده زي مقلت لحياتك النهاردة الحل الرئيسي النهاردة بأسرع ما يمكن وضع السياسة للتعامل مع واقع الصناعة المقفولة والمتعسرة المتعسر لازم يخليها اشتغل بطاقة كاملة المقفول إحنا عندنا تلف مشاكل بيوجه الصناعة المصرية بكل قطاعتها أول حاجة التمويل تمام لا يوجد تمويل البنوك النهاردة منحها للتمويل صعب جدا المعظم الحياة بالبنوك بتمنح تمويل قصير الأجل تمويل قصير الأجل هو تمويل استراب تجارة مش تمويل صناعة الحاجة التانية تكلفة التمويل عندنا أولاً غير موجود سنة تكلفته عليه جدا المقطة التانية تكلفة الإنتاج المصري في منطقة الخطورة أنا عندي مؤشر لسه جايلي أول مبارح لواردات الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مثلاً في قطاع المنسوجات وبعض القطاعات هي أكبر مستهلك ومستورد في الدنيا كلها العالم كله بيتصارع عليها أنا عمل أشوف على مدارة التلسين اللي فاته هديكي مثال مكسيك كان أكبر مورد منسوجات ملابس بالتحديد للولايات المتحدة الأمريكية مكسيك بقالها سنتين بتتنازل الشيء الطبيعي أن مصر معها تفقية تجارة حرة مع أمريكا يعني بخش أمريكا بصفر جمارك الطبيعي أن الصناعة دي بتخرج من مكسيك تيجي عندي هنا لا مرحتش عندي راحت فين؟ راحت باكستان راحت أندونيسيا راحت بعض الدول ليه؟ لأن إحنا عندنا نتيجة عدم دراية بأن الصناعة لها تكلفة معينة ولها أسلوب معين في إصلاحها سيبنا العملية إحنا بقينا غليين لما تشوفي مؤشرات صدراتنا الأمريكا على مدارة 30 اللي فاته معظم دول عالم العشر الكبارة اللي بصدروا الأمريكا تكلفتهم بتنزل وتنفسيتهم بتزيد في السور الأمريكي إحنا تكلفتنا بتزيد وتنفسيتنا بتزيد زي ما الصين كده بتمثل ألة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لكن إحنا بالنسبة لنا بقى تجيين إن إحنا نتعاون مع بعض في إن العامل مثلا يبقى أجره مخفط صوية فيقدر المشكلة أنا مش عايز العامل أجره زايد وده مش مشكلة مشكلة في أجاؤه أنا هجيلك عشان أبقى محدد النقطة مستحنا فضلنا ثلاث دائم أول حاجة التمويل تاني حاجة تكلفة تكلف عمال تعلى تكلف مش عمالة بس مية كهرابة غاز تأمينات اجتماعية إحنا بدفع 40% من أجر العامل تأمينات ومفيش دولة في المنطقة بتدفع الكلام ده العنصر الثالث اللي حتى أزكرتي العامل الموارد البشرية العامل المصري أنا عايزه يكسب وعايزه يأجره يزيد بس عايزه يبمنتج وعايزه يعرف واجباته قبل ما يعرف حقوقه أو زي ما يعرف حقوقه إنما النهاردة عدم الانتظام الإضرابات التيرنوفر العالي جدا المشاكل التوقفات اللي بسبب وبدون سبب لا فيه توقاية النهاردة الحكومة دورها مش كامل المجتمع الأعمال التحدات الغرف دورها مش كامل لابد إحنا عندنا عامل مصري زكي جدا وده استثمار أنا بعتبره أقوى استثمار وأقوى استثمار تصديري وهناك مؤشرات ودراسات تمت بنك الدولة عامل دراسة من 2010 إلى 2050 هيدخل سوق العمل في مصر 43 مليون بني أدم إن لم نحسن عمل حاجة اسمها صناعة بشر وتصدير عمالة وصناعة عمالة إحنا بنخلقكم بلا موقوط ربنا العالم يا رايحة فينا طيب في نص دقيقة باش مهندس يعني بالمقترحات الحركة بتقولها دي في الحالة دي انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية مش هيمثل مشكلة في إن إحنا نجيب المواد الخام لا هيمثل بس لازم يعيش معها نعم مطلوب النهاردة من الحكومة وبنك المركزي ومن الجميع محاولة ضبط العمليا بمعنى النهاردة هناك تلاعب جوه بمعنى محافظة بنك المركزي مشكورة رفح حد الإداع من خمسين ألف دولار لمتين وخمسين ألف دولار البنك بتروحيله بيقولك أنت عندك ائتمان عندي باخد منك عبولة اتنين في الألف ولا اتنين ونص في الألف ما عندك شئ ائتمان دين واحد ونص المية واحد ونص المية على الدولار ده ضخم جدا فالبنوك لازم يكون عندها نوع من الوطنية ولازم المركز يرقب هذا الكلام مفيش حاجة اسمها انت عميلي ولا مش عميلي هناك قواعد لازم تحترم الحد ده مفيش ملامنا عنه يترفع ليه احنا بتنكلم على شركات الأخطر من ده كله بقى لازم للحكومة تركز لو عايزين نحل صح على الاقتصاد الموازي السري احنا 70% من اقتصاد مصر تحت بير السلم له مثبت ده اللي لازم اشتغل عليه ده فيه نقاط كتيرة جدا ده اللي بيدفع فلوس من بره بره وده اللي بيحول من الخارج وده اللي ما عندوش مستندات وده اللي بيهرم وده اللي بيستنزف جزء كبير من الدولار لكن عموما هو بما انه وقتنا خلص لكن عموما اللي اقدر اقول ان انا خرجت به من هذا الحوار ان المشكلة ليها حلول احنا مش غرقانية 100% احنا مشكلة ليها حلول احنا دولة غنية احنا دولة مهيئة انها تنمو احنا دولة عمل تقارير علينا من 3-4 سنين كنا مفروض نكون 2025 من اكبر 10 دول دي تقارير مؤسسات دولية من اكبر 10 قصدات في الدنيا لو مشينا صح باذن الله ما زلنا نقدر نمشي صح ان شاء الله مهندس مجدي طلبة وكيل غرفة الصناعات الناسجية باتحاد الصناعات وعضو مجلس ادارة الشركة القابدة لقطنة للغزل والنسيك شكرا جزيلا على حضورك اهم حاجة انه فيه حلول ان شاء الله ان شاء الله شكرا لحرارة ومشاهد يا الكرام وصلنا مع حضراتكم لختام حلقة النهاردة اليوم في ساعة بكرة بإذن الله موضوعات جديدة بإذن الله ساعة 5 ونصر من طاق ما حضرتكم إلى اللقاء